وقال في هذا الحديث وكثرة الخطى إلى المساجد المساجد بيوت الله أمر الله أن تعمر ويذكر في اسمه وكثرة الخطى إليها لا يصنعه إلا مسلم عظم الإيمان في قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام في حق الوضوء ولا يحافظ عليه إلا مؤمن ولذلك ترى من الناس بعض الأحيان عفى الله عنه وعنهم فيهم جرأة على المؤمنين في القدح في أعراضهم أو في دينهم أو في مذاهبهم أو في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم ولا يتورع من أن يقبح في المؤمن مع أنه يعلم أن ذلك المؤمن يحافظ على الوضوء ويعظمه ويخطو إلى المساجد لكنه قد لا يرقب ذلك كله إما لسقم في ذهنه في فهمه أو لدغل في قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم منذكر الوضوء قال ولا يحافظ عليه إلا مؤمن فشهد النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان لمن رأيناه يحافظ على الوضوء قال عليه الصلاة والسلام هنا إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد فكثرة الخطى إلى المساجد والغضو والرواح عليها يأظم بها الأجر وتكفر بها السيئات وهي من أجل وأعظم القربات لكن كما قلنا في الأول نقول في التالي لا يريق بالمؤمن أن يتوخى مسجدا بعيدا يقول وكثرة الخطى إلى المساجد وإنما التردد على المساجد بكثرة هو المقصود وأقرب مساجد إلى بيتك صلي فيه حتى لا تهجر مساجد المسلمين وترددك على مسجد حيك مسجد بيتك مسجد مكان الذي تسكنه يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الخطى إلى المساجد